السلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديدنا عاجل إنا لله وإنا إليه راجعون انتحار والد الطفل عدنان وهذا آخر ما قاله صدمة لكل المغاربة تم العثور صباح اليوم على والد الطفل عدنان منتحرا في سطح منزله وإليكم التفاصيل لا تزال جريمة قتل الطفل عدنان في مدينة الطنجة بأقصى شمال المغرب تثير جدلا واسعا في المواقع الاجتماعية إذ تحولت هذه الأخيرة في المغرب إلى فورة بركان غاضب على مصير طفل انتشرت صوره قبل أيام في عملية بحث واسعة قبل أن يستمر رأي العام في العثور عليه مقتولا وسط اشتباه كبير في تعرضه للاختصاب قبل رحله جدير بالذكرى عناصر الأمن المغربي اعتقلت مساء الجمعة الحادي عشر من سبتمبر أيلول المشتبه به الذي لا يقتن بعيدا عن منزل الضحية وبعد التحقيق معه فيما أشرت مواقع محلية إلى أن المشتبه به استغل معرفته بالضحية وبأسرته حتى يستدرج الطفل للاعتداء عليه ثم قتله ولقد صدم المغاربة صباح اليوم بالعثور على والد الطفل عدنان منتحرا في سطح منزله ولقد ترك لزوجته فيديو مصور يطلب السماحة من زوجته وقال أنه لم يعد يتحمل فراق ابنه وأنه سيرحل ليلتقي بابنه عدنان وتم زوال اليوم ثلاثة دفن والد الطفل بجانب ابنه عدنان رحمة الله تعالى على المسلمين جميعا